طيب دكتر بس في مشكلة هنا برضو يعني بالفعل الأمهات بتقول إنه أنا اللي بربي لكن الجليسة أو الناني مش بتربي الطفل ولكن فكرة وجود الطفل مع شخص عمتاً لوقت طويل غصب عنه بياخد منه غصب عنه بيشوفه بيعمل حاجة بيعمل زيها بيقلده طبعاً يعني فهي غصب عن الطفل وغصب عن الأم وغصب عن الناني لازم بيبقى فيه برضو للأسف يعني فيه حاجات طبعاً بتتاخد أنا المفروض الوقت اللي الطفل يقضيه مع الناني أو مع الجليسة أو مع المربية ده قد إيه إيه المفروض الحاجات اللي ياخد بالي منها اللي هي ممكن تتدخل فيها وإيه اللي ما تتدخلش فيها هل حتى لو ابني مع الناني لازم يكون موجود بصحبة أمي أو والدة الأب أو حد من العيلة يكون تحت نظر كمان حد من العيلة يفضل طبعاً لو في حد من العيلة موجود مع الناني دي يبقى حاجة جميلة جداً أن أنا أقدر أعمل كده بس غالباً اللي بيحتاج لناني بيبقى علشان هي بتنزل للشغل اللي عدد ساعات طويل هي مش موجودة فيه فأنا محتاج أن أنا أكون باخد خطوة الأولى أن أنا أكون بعمل كاميرات في كل البيت أنا خلاص قررت أن أنا هعمل ناني بقدم مسؤولية دي وأكون بخلي بالي من أطفالي بقدر الإمكان فأنا طبعاً بركب كاميرات في البيت لازم أعرف خلفية أنني اللي جاية دي في النهاية هي وظيفة وبأجر يعني ممكن تكون لو فيه فرصة أفضل مني هتكون بتسيبني وبتسيب أولادي وبتروح لحد تاني لازم أراعي أن فكرة أولادي نفسهم ارتبطهم بشخص معين موجود معهم لعدد ساعات طويل وبعد شوية إذا استمرت معايا سنة أو سنتين وممكن تتغير بعدين الطفل نفسه بيحصل له تشتت وبيحصل له أزايا نفسية كبيرة جداً لأنه هو بيتعلق بالشخص اللي هو بيبقى موجود معاه أنت بتقولي ليه تأثير؟ أه طبعاً ليه تأثير هو بالنسبة لأمه بيفرقش هو فرد من أفراد العيلة أه طبعاً خليني أقولك في البداية أنه أصلاً لما تيجي الأمة أول ما بيجي عندها بيبي ويبقى رضيع أنه إحنا جسمنا كأمهات بيفرز هرمون الحب أو هرمون الارتباط فده اللي بيخلي الأم عندها استعبدات إن هي تكون بتتحمل التعب وإن هي تكون بتحس بإحساس مختلف والطفل نفسه التوتشنج أو اللامس مع الطفل في البرحلة دي بيختلف طب إيه رأيك بقى لما أجيب حد بيقدم ده بديلاً عني الارتباط هيكون لمين؟ دكتورة مرلين حضرتك قلت حاجة مهمة جداً من شوية قلت المربية أو الجليسة ممكن ترائب ممكن تساعد تاخد بالها من الولاد لكن بيش هتقدم عطف أو حنان بيش هتربي يعني هي مربية برضو المصطلح ده عايزين عايز مراجعة لكن اللي بيربي في الآخر هو الأب والأم ده مسؤولي ده ابني وبنتي النقطة دي تحديداً لما أسيب ابني أو بنتي مع مربية ليه فترة طويلة ممكن يأثر إزاي سلبياً على سلوكياته وعلى أفكاره وإنه بعيد عن الحضن الطبيعي اللي هو الأم والأب مع حد في النهاية هو غريب في البيت إذا الطفل عاش كل اللحظاته الجميلة أو بداية لحظاته في مثلاً في أول خطوة في أول ضحكة في أول سنة بتقع كل اللحظات الجميلة دي شاركها مع الناني والأم ما كانتش موجودة أو الأب ما كانتش موجود إذا هي اللي بتوجهه لكل مرة هو عبل حاجة غلط إنه ماينفعش يعمل كده هنا السلطة رجعت لمين؟ قليها السلطة رجعت للناني اللي موجودة مش للأب والأم بيجي بعد كده الأب والأم يجي ويتعاملوا مع أولادهم يتفاجئوا إنهم على ست سنين طبعاً إحنا عارفين إنه إحنا في أول سنين من حياة الطفل هي بتكون 80% من شخصيته فتخيلوا معي كده لما تيجي الأم تتعامل معاه تلاقي نفسها فقدة سيطرة السلطة رجعت ما بقتش ليهم من الأب والأم برغم من المجهود اللي هم عاملينه وإنه هم طالعين طول الوقت بيشتغلوا بيقدموا الحب وهم عايزين يبانوا دايماً بأحسن صورة فممكن الأم تكون بتيجي بتحاول تقضي وقت كويس بيجيب الأب بيجيب هداية لكن الحقيقة بعد كده يلاقوا نفسهم إن السلطة ما بترجعش ليهم الطفل كمان ما بيعرفش يكون علاقات كويسة مع اللي حواليه ويبتدي يحس إنه فيه فرق ما بين ليه ماما موجودة بتاعت صاحبي وأنا مامتي مش موجودة يبتدي فيه مقارنات بتحصل بينه وبين نفسه فده بيأخر من عنده في الصحة النفسية بتاعته وبتقلل منصقه في النفس عنده ترجمة نانسي قنقر